دعوني في البداية أن أبدأ بمراسلة البرنامج أدال نازريان وبعدها نستمع إلى رأي معلقنا الخاص جديد جوردون أدال أنت تحدثت مع الناس في العاصمة واشنطن وكان لهم آراء عن نتائج استطلاعات الرأي فما الذي سمعته من الناس في الشارع؟ لا أثق في الاستطلاعات وإن كنت أعتقد أن هناك نسبة من الصدق فهم يأخذون رأي نسبة معينة وكما رأينا في الاستطلاعات السابقة لم تكن صادقة وهذا لا يعني أنها قد تكون خاطئة هذه المرة وأنا لا أراهن إن كانت صادقة أو خاطئة لو أمكنني التنبؤ سأقول أن بايدن سيفوز لا أعرف هذا مجرد رأي لا أثق في الاستطلاعات لا أثق في الاستطلاعات مطلقا لا أثق في الاستطلاعات في المرة الماضية قالوا بأن هيلاري لديها 87% من الحضود للفوز وترامب هو الذي فاز الانتخابات على بعد أيام هل تثق في الاستطلاعات؟ نعم أثق في الاستطلاعات وما الذي يميزها عن 2016؟ أعتقد أنهم عدلوا في أسلوب عملهم في المرة الماضية اعتمدوا على المثقفين وكذلك سنة 2016 لم تكن هناك استطلاعات ذات نوعية من الولايات وخصوصاً الولايات المتأرجحة وبالتالي نرى أن الاستطلاعات اليوم أكثر دقة في الولايات وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الاستطلاعات أكثر دقة إذن آدم كما رأيت بنفسك أغلبية الأشخاص الذين سألناهم لا يثقون بالاستطلاعات التي نشرت هذه السنة طبعاً هناك من يثق في استطلاعات الرأي وسبب ذلك أنهم يعتقدون أن مؤسسات استطلاع الرأي غيرت طريقة عملها وأعتقد أنه ما يتبقى أمامنا هو الانتظار وترقب النتائج بعد يومين شكراً جزيلاً آدم وعود إليك ترجمة نانسي قنقر